كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 عن تقديم قرابة 120 ملف للوكلة من أجل استرادة السيارات وتصنيعها متوقعا دخول أول مركبة مستوردة السوق خلال السورة الأول من عام 2023 له نهاية شهر مارس المقبل إن شاء الله وأكد سالم في تصريحات للإداعة الجزائر أن هذه الملفات قيد الدراسة حاليا على مستوى الوزارة وحسب نفس المتحدث فإن دخول سيارات جديدة إلى السوق سيؤدي حتما إلى رجوع الأسعار إلى مستواها المعهود وشدد على أن إعلان إعادة فتح استرادة السيارات سواء فئة الأقل من ثلاثة سنوات أو المركبات الجديدة وكذا التصنيع ساهم بشكل كبير في تراجع الأسعار سلام